شركة ستوكويت الدولية للمحامة ومقرها في لندن تطالب بمنحي ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا لتوقف مسؤولين إماراتيين للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب في اليمن هاكان جاموز مستشار القانون الدولي في الشركة قال في مؤتمر صحفي إنهم يملكون أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن من ضمنها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون واستخدام مرتزقة ولهذا طالب الدول الثلاث باعتقال المسؤولين الإماراتيين الطلب جاء بناء على اتفاقية جينيف المعنية بتعقب مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها حيث يحق للدول الموقعة على الاتفاقية التحفظ على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وكالة رويترز قالت إن متحدثة باسم أبو الظبي امتنعت عن التعليق وكذلك متحدث باسم شرطة لندن كما أن وزارة العدل الأمريكية والسفارة التركية في لندن لم يرد حتى الآن على طلبات التعقب هذه بحق المسؤولين الإماراتيين الأشخاص الذين طالب محامو الشركة بتعقبهم هم مسؤولون عسكريون وسياسيون إماراتيون كبار لكنها لم تسمهم ما قدمته ستوك وايت هي الشكوى نيابها عن الشخصية الاجتماعية صلاح باتيز الذي اغتيل أخوه أواخر يوليو من العام الماضي في حضرموت والصحفي عبدالله دوبلا الذي كان متواجدا في مقر حزب الإصلاح خلال الهجوم الذي شنه مرتزقة أمريكيون تابعون لأبو ظبي كان يستهدف النائب إنصاف مايو أواخر العام 2015 بحسب تحقيق لموقع بازفيد نيوز هذه القضية قد تختح مجالا واسعا لجميع المدنيين المتضررين في اليمن لرفع دعاوى قضائية بحق المتورطين من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين فالجريمة لا تسقط بالتقادم والضحية لا ينسى قاتله